السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفلة الاحلى متابعين. صباح كم مشرك بذكر الله وبالصلاة على الرسول. عليه افضل الصلاة والسلام. اه اكسر من الاستغفار لله عز وجل ومن الصلاة على الرسول. حياتكم كلها حتتغير. اه لو في حد واجع في مشكلة واجع في بلاء او مسلا اه عنده اي هم يكسر من الاستغفار وان شاء الله كل البلاء هيزيل وكل الهم ان شاء الله هيزيل. جربوا كده وحياتكم بحالة هتتغير مئة وتمانين درجة. وانتوا قاعدين كده بتجشروا خضار زي ما بنعمل كده. وانتوا بتغسلوا الموعين. اه وانتوا قاعدين بتسلوا كده باي تسالة. خلوا على طور لسانكم رطب بذكر الله. وبالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا النهاردة ما كنتش قادرة نعمل اي حاجة على البتجاز بالسبب ان البارد كمان بيزيد ما بيجلش مش عارفة في ايه. اه فاخترت نعمل لهم اكل كده وانا جاعد. يعني احمد ربنا كمان انا بنامل اكل. مش شرط باج وانا جاعدة وانا اكفر مهم من ما بيأكله في الاخر. فعملت اه هنعمل ان شاء الله النهاردة اه طاجن كده بطاطس اه او فراغ والبطاطس. وهنعمل صانية رز معمر بالطاجن الحلو دي. اه الطاجن دي اللي جربت فيه قبل كده ورق العنب. وطلع جميل ما شاء الله. وكمان هنعمل فيه اه رز معمر النهاردة معكم. اه فان شاء الله هي طلع غدا حلو وسهل وبسيط كده ولزيز. جبت الخضار بجا وجشرته كده وانا جاعدة بطاطس بجا بسلة آآ كوساء الخضار اللي موجود عندكم ومتوفر وبتحبوه اعملوه. مش شرط ان احنا نوجف على البتجاز ممكن نعمل كل حاجة واحنا جاعدين كده واندخل طواجن الفرن على طول. آآ كنت جاعدة في البيت هادية كده مع نفسي كده بس معيش غير هنا بس. ربنا خليها رب بس بتداحل وعاملة مشاكل مشاجية مفيش بعد كده. بتغسل معي بجا الخضار بتاكل طماطم بتعمل اللي هي عايزها كده منقدرش نقول لها حاجة. ما فيش غير هي في البيت معي. فبنقعد طولة الضحوية كده رائجة كده ومرتاحة لو هي راحت مشوار مع بابوها ولا حاجة. لو ما راحتش بتنها جاعدة معي كده على طول. فمش عارفة بصراحة انا منفها اين وديها فين مش عارفة. يعني بنعتذر اللي هي ظهرت في الفيديو كده وعملت حاجة. غلط في خرجة على السيطرة. المهم ما غسلت البطاطس حلو وغسلت مجل بصل والطماطم وبشرت كمان توم. غسلت الخضار حلو تحت الحنفية كده وجبته وقعدت برضو. وانا جاعدة في الشمسة الحلوة دي اه نعمل الغداء سريح كده وحلو وزريف. الغداء بنعمله امتى? بنعمله الساعة احداشر تقريبا كده. ما بيكون على بال ما يجوا من المدرسة وعلى بال كل ما يتجمع. يكون الغداء مستوه وحلو وساخن ما تسخين ولا حاجة. فابتدوا بوقت الغداء حسب نوع الغداء اللي هتعملوه. يعني لو هتعملوا مسلا آآ لحمة وحتاخد تسوية كتيرة يبتدوا بدري. لو هتعملوا اكل مش هياخد وقت ابتدوا متأخر آآ قبل الظهر بشوية كده بحيس انه لما يجي كله من المدارس يكون اكلكه ساخن آآ ولسه ولسه كده ما يحتاجش تسخين ولا يحتاج حاجة. قطعت البطاطس الشريح كده او انشاط كده بحيس ان هي تكون سميكة ولا هي سميكة زيادة ولا هي رجيجة. يعني تستحمل تسوية الفراخ بتاعتي. واحطتها في مياه طبعا عشان ما تسودش ولسه هنغسلها كمان مرة. آآ في الكب باجة بتاعتي هنخرط بصلتين كبار. علشان خاطر هنعمل تدبيلة للفراخ. وهنعمل آآ كمان يحتبر صالصة كده للبطاطس. كله نايف نايا على بعض. فاجطعت البصلاء اللي معي بصلتين كبار. جطعتهم في الكبه. كمان هنجطع عليهم شوية فلفل كده آآ بارد مش حامي. وكان فص تهم حوالي خمس ستة فصوص تهم كده. وكان آآ حبة طماطم. ممكن تحطوا هريس الشطة وممكن تحطوا كمان فلفل حامي. ممكن تضيفوا كسبرة خضرة. اي حاجة بتضفوها بتحلي الفراخ وبتحلي كمان البطاطس. وضفت كام حباية بس كده الاول. هضربهم في الكبه مع مع الخضار والبصل. عشان تقبل بهم الفراخ وبعد كده هنكمل باجة طماطم آآ اللي معايا في الكبه. هنضيف باجة التوابل هنضيف كمان اهي نص معلاجة هريس الشطة. عشان الفلفل اللي انا ضيفها فلفل مش حامي بارد. التوابل باجة كسبرة كمون شوية توابل بهارات ملح وفلفل بابريكا يعني البهارات اللي بتحبوها اضفوها. بس اساسي بيكون ملح وفلفل وشوية كسبرة نشفة. كسبرة نشفة مع صانية البطاطس ومع تدبلت الفراخ بتفرج بيكون طماحج. هي وسنة البهارات. هنضربهم باجة في الكبه هضرب بحلو. بحيس ان هم يكونوا مبشورين. بس بشر ناعم. البصل مش باين ولا واضح كده في الاكل. وزعت البطاطس كمان مرة برضو. ويجيبت الصانية باجة او الطاج اللي هيدخل معايا الفرن. هنزل باجة بالبطاطس الاول كده قبل الفراخ بتاعتي. ممكن زي ما قلت لكم اي نوع خضار ينفع. وهيكون طعم حلو كمان. بس انا هنا اخترت ان انا اكون طاجم بطاطس من زمان ما عملتش بطاطس معايا في البيت هنا. اه كل شوية نعمل بسلة نعمل كوسة نعمل مش عارف ايه. فالبطاطس يعني اللي عندي الولاد بيحبوها. فبنعملها يعني مرة في الاسبوع. اه وساعة نعمل كمان شيبسي وساعة بيحبوا البطاطس المجلية صوابعة. دي ما حدش بي بيكره البطاطس عموما. لازم ان تلاقي الاولاد بيحبوها. مش عارف ايه السبب يعني. عن الخضار التاني. آآ قدت مجمع مع علاقتين كبار من التدبيلة وجلبت فوم البطاطس. عشان يبقوا شاربين كمان من التدبيلة الحلوة ديت. يعتبر زي الفراخ المشوقة كده بتاحت منها صليت بطاطس حلوة. جلبت التدبيلة حلوة في البطاطس. وفرجتها كده في الجعر عشان نرس عليها الفراخ. شكل البطاطس اصلا قبل ما تدخل الفرن عايز تتكل واحدة كده. جبت الفراخ بتاعت مجاة كانت منجوعة من بالليل في التلاجة بملح ولمون وجنزبيل بدرة. آآ وكمان ايه ومعلاج السكر. بحيس ان هي تكون النسيت بتاعها او اللحمة بتاعها دايب كده دوبان. آآ عشان خاطر لما يتشوفها طبعا ما ينشفش. لازم تعملوا خطوة دي او ممكن تنقعها مسلا ساحتين تلاتة. بس مش اجل من كده عشان تخلصوا من كل الزفارة وعشان تلاجوا كمان النسيت بتاعها دايب كده. ومساكت الصدور شرحتها من فوق كده عشان ندخل فيها التدبيلة. نكون شربة من كل التدبيلة وكمان تكون آآ نسيرها كده بنتملح كويس. ويكون طعمها حلو. انا حطيت انا حطيت آآ وانا بنضرب في الكبه. حطيت تمام معلاجة خل برضو بتفرج في الطعم وتخلي الطعم حلو. والتواب البقى زي ما قلت لكم اللي حابين تضيفوها اضيفوها. ممكن تضيفو كمان رشة كزبارة خضرة كده على البطاطس من تحت. بتخلي طعمها حلو برض. او شابت آآ شابت اخضر يعني اللي عندكم. واللي بتحبه طعم اضيفوه. احسن حاجة اللي لبصنات البطاطس ديها بالفراغ بتكبل اي طعم واي تدبيل. طبيناهم بقوا من تحت الجلد كده ومن الفتحات اللي احنا فتحناها ورسناها على الصينية من فوق. وهنغطيها كده بفايل وندخلها على الفرن. الاتنين هيدخلوا الفرن معنا وحيطلعهم في وقت آآ في وقت الغداء بالزبط. قطعت كمان طماط مية على على باجة التدبيلة وضربتها في الكبه وجيبتها على الوش على طول. فردت كل الخليط اللي معايا على الوش بيديه لون حلو وبيدي البطاطس كمان حمران كده حلو وطعم حلو. لو حبينا طبعا حمرة آآ لون ها احمر يعني. حبينا هتكون فتحة كده لون البطاطس فتح والفراخ فتحة. ما زودوش طماطم كمان واكتفوا بالتدبيلة بس. تدبيلوا الفراخ وضيفوا معلاجتين كبارة على البطاطس وخلاص. الديت كراشة كمان من الزيت من فوق كده عشان خاطر الورج الفويل اللي هنغطي به ميلزكش في الفراخ وعشان كمان لما تستوي هنشيل الفويل ده وهتاخد لون حلو من فوق. هندخلها باجة على الفرن على طول مش محتاجة اي حاجة من غير مية ولا حاجة والفراخ هتنزل ميتة وهتستوي فيها. مسالة الرز آآ مقدار الرز بنحط الرز نص مجدار الطاجن معي وبنخسله كويس بنضيف له معلاجة ملح وبنغطيه حوالي ربع سنتي من فوق كده بالنبن وبعد كده بنكمل باجة طاجن مية. اللي في اللبن ده حتة من العيش كاتهنة بتاكل جمبي وواجع منها حتة في اللبن. نجلب باجة حلوة عشان الملح ما ينزلش في جعر الطاجن كده وخلي الرز متملح من تحت. تمليح كل يكون آآ زي بعد. هيا دخلنا باجة الفرن شكله حلو ما شاء الله في الفرن هو بيغلق كده وعمل وش حلو جميل. آآ حندخل الفرن على درجة حرارة عالية من تحت ومنفوق على درجة حرارة جل من الوسط بشوية. او مبدأ يعمل وش كده وياخد لون حلو بنهدي من نار منفوق خالص عشان وش بتاعه ما يحمرش. عليت بس لحد ما يعمل وش كده ويبقى وشه حلو كده احمر وحلو ومباجل كده من كل ناحية. لحد ما آآ بشو حمر انا بنهدي النار. طلعتوا باجة هنا بعد ما استوى وشرب كل اللبن اللي فيه والمية بنحطوله السمنة مقدار السمنة باجة آآ حوالي يعني تلات معالك كبار لكل كيلو من الرز. وحبين تحطوا زبدة حبين تحطوا سمنة انا حطيت هنا زبدة على زيت. بنت اوبهم كده على النار آآ او في الفرن يعني بنحط الصحنة في الفرن كده بيدوب على طوق. وبننزل بيع الرز او رز ما يشرب. آآ هنا الرز ما بنزودهش مية تاني وخلاص طرام ما استوى خلاص. بنغط عليه بس. وبندخل الفرن عشر دقائق كمان بيكون جاهز وتمام. هنا انا غطيت بالغطة بتاع الطاجن بس مش هيجي على جد الرز. اللي حافية كده هنورالكو في الاخر. حافية كده بتخلي هتخلي رز مكتوم مني. انا شلت الغطة وحطيت عليه ورقة فويل. آآ بعد رز ما استوى باجة دخلت آآ صونية البطاطس دي على الفرن كمان. ممكن على الفكرة طيبوها على البتجاز. لحد ما تاخد يعني مسلا تسوية كمنا كده وتحطها في الفرن بس تاخد لون. لكن انا حطتها في الفرن بعد ما طلعت الرز. انا بنعمل هنا في الفرن البلدي عادي في البلكونة. ما عملتش بعد دخلتش المطبخ النار ده خالص. غير ناخد الحاجة بس ونطلع. وعملت كله في البلكونة وفي الصالة وانا جاعة كده. مش عشان احنا تعبانين يعني عشان ما نعملش اكل. لا بنعمل اكل برضو. بس بنجل حاجة اللي تبقى يعني تبقى حلوة في نفس الوقت ومش متعبها في نفس الوقت. يعني بحيس ان احنا نعمل لهم اكل برضو مفيد وحلو. وما يكونش متعب لنا. هنا الفراغ باجة بعد ما استوت كده خدت وشه حلو احمر وجميل. اه طعم الشوائن باين فيها. اه طيبة تحت منها طياب حلو. اه كمان مش مهرية. متماسكة كده عشان خاطر القطعة حلوة. والرز كمان توجد انه الرز الخطير. توجد ده انا عملت فيه ورج عناب قبل كده. وعملت فيه رز. ما شاء الله عليهم الاتنين احلى من بعض في التواجل الفخر دي. غيرت رأيه وبعد كده ان شاء الله هنعمل فيه على طول. اه كليسة بدري باجع على الوقت الغد. هنغطي التواجل الاتنين بفايل كده. حد ما الولاد يجوا من مدرسة والحد ما كله يتجمع وبعد كده نغرف الاكل. اه الاتنين ما اخديش معي وقت. الاتنين داخل الفرن. ما رحناش على البتجاز. واحنا تعبانين عملنا رز وعملنا كمان آآ طاجن فراغ بالبطاطس احلى من بعض الاتنين. وكمان مغزيين ومفيدين. وبما انهم بيحبوا الفراغ والبطاطس جمعناهم الاتنين في طاجن واحد. يا رب يكونوا قد انا عجبكم. وتجربوا ان شاء الله ويعجبكم. هنا انا بنقول لكم الطاجن هاو الغطاء في حافية كده ما انا فحش نغطي بالرز وغطيت بوارجة من الفويل. لايك بجر الفيديو وصلى على الرسول على يفضل السلام واشتراك في قناتي واستغفر الله اكثر من مئة مرة في اليوم. اه اشوفكم على خير مع السلامة.